محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مكتبة محمد بن راشد المنارة الثقافية الجديدة في دبي ودولة الإمارات والتي تهدف إلى تعزيز وتعميم ثقافة القراءة ودعم النشاط الإبداعي والمعرفي والفني على الصعيد الفردي والمجتمعي وتوفير منصة معرفية للعقول الفكرية والأدبية والإبداعية في المنطقة والعالم هذا كان افتتاح مميز لأن المشروع حقيقة مبيز يأتي من ضمن مبادرات صاحب السموشة محمد افتتاح حظي بتقضية مميزة لأن كذلك مثل ما قلنا مشروع حقيقة مميز في الجانب الثقافي هذا وتضمنت المكتبة ملايين الكتب أكثر من خمسة آلاف دورية ورقية وإلكترونية تاريخية ونحو ثلاث وخمسين ألف صحيفة ورقية وإلكترونية من مختلف أنحاء العالم وما يقارب خمسمائة من المقتنيات النادرة وتتألف مكتبة محمد بن راشد من تسع مكتبات تخصصية هي المكتبة العامة ومكتبة الإمارات ومكتبة الشباب ومكتبة الطفل ومكتبة المجموعات الخاصة ومكتبة الخرائط والأطالس ومكتبة الفنون والإعلام ومكتبة الأعمال ومكتبة الدوريات حقيقة المكتبة مشروع كبير وطلع إلى أعداد كبير نحن عندنا حصائية عملناها في الخمسة عشر يوم الماضي العصائية حوالي عندنا ثمان وعشر ألف زائر وعندنا ثمان عشر ألف كتاب قرئتهم في هذه المرحلة نسعى إن شاء الله يكون عندنا فعاليات كبيرة ومتميزة وخاصة بالمكتبة وتعلق بجانب الثقافي والمعرفي وجانب الابتكار وأنا أعتقد وجود مثل هذه المكتبة وهذا الاتساء الكبير وهذا المبنى الرائع راح يكون النقطة لجذب كافة شرائح المجتمع من أطفال إلى كبار في السن إلى متقفين إلى كل عناصر الحمد لله راح تكون متواجدة في المكتبة من ضمن الفعاليات التي فيها تهدف المكتبة لتعزيز القراءة ونشر المعرفة ودعم الباحثين والمبدعين والعلماء وإنارة فكر الإنسان وبناء صرح ثقافي لجين واعد تشكل مكتبة محمد بن راشد أيقونة معمارية ومنارة ثقافية وحضارية تعكس ماضي دبي وموروثها الثقافي لتلفزيون مملكة البحرين دانا خالد دبي ترجمة نانسي قنقر